يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل يدين دين وهو مجمع ألا يوفيه إياه لقى الله صارقا صحيح الإمام ابن ماجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه صحيح الإمام البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الصفر الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو له شاق له أجرين صحيح الإمام مسلم